السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عندنا فيديو خفيف ضريف لطيف اليوم عندنا جولة بالغرفة طبعا الغرفة نمصورها قبل بس سويت بها بعض التعديلات واستحوذت على المكان مال اليمي لأنه المكان فارغ ليش أخلي فارغ خلي أستفاد من عنده فخلي أشوفكم شنو اللي عدلت بالغرفة وشنو الترتيب اللي سويته وانطوني رأيكم بالترتيب وبكل شي بحسة رح أكلوا على الكاميرا الخلفية حتى أشوفكم الغرفة كلها طبعا أول شي رح تلاحظوه هو السرير متغير مكانه أو مفرور كان السرير بالبداية هيج وهيج مننا هي الصاير والميز كان حنانا سويتاني جيت فرعت هذا خليتها مننا والميز حطيت هنا قد خلنا سوي تغيير حتى لا حسب الملل شوية تغيير بالديكور أو بدك يعني بالشكل شوية هذا هو الميز حطيت هنا واللابتوب مالتي هو نفسه اللي هو MSI GS73 7RF VR وهذا هو الماوس اللي هو Logitech G502 بس أنه انضم فرد جديد للعائلة اللي هو iPad Pro 2020 الـ 12.9 انضم للعائلة ما كان موجود بذاك الفيديو طبعا ما شاهد الفيديوه السابق الربط ما لتم موجود بالوصف هنا الكهرباء طبعا شدتاني مننا فالكهرباء كانت بصف اللابتوب بس ما توصل أو حتى لا توصل فتصير خطر يعني مو فوق وذا مدهم من جوه ما توصل بعد فنجي بتسيار من نانا حطيتها خلف هاي حتى هموت ما تبين صحيح صارت سوية من نانا بس ما تبين حيتي خليت هذا السيار ربطت عليه هسه نجي نفتر طبعا هاي الجنطة تسلل اللي مو مالتي صاحبها صالة هنا ثلاثة شهر مدي أربعة شهر ومخليها كل ما يقول لي ها بعد وبعد ايه نجي طبعا لأكيد انتبهتوا على هذا طبعا هاي قصتها رح أقولكم شنية هاي بنهاية الفيديو وخاف عبالكم لببالكم لا مو لببالكم بعدين نهاية الفيديو أقبلكم شنو هاي وشوف لكم إياها نجي هسه على هنانا اللي تغير همات انه تشدت مخلي هنانا هذا مالستاند ومال الفلتر مال الماي فقيت مش لون قايلة بزعت من عدة ذي ذبعت أصلا وحطيته هاي شبه هذا الترتيب اللي بس الباكيت مال الكاميرا مالتي اللي هي الكانون EOS R ميرورلس وهذا مال الجابي ألت شارج 3 شكل حلو بقيته هنا هذا مال التليفون مالتي هذا الايفون طبعا بداخله تليفون ولا مستخدمه ولا شي هنا أنا علم مال روسيا بقية كانت وحدة تبيع أعلام قالت كي تلبيت شان تقول بكيفك فأخذت منها ألمين وهذا مال تعقيم وهي السوالف دفتر زرات شوت مالتي بطاقة الطالب جواز السفر وهذا العطور طبعا سواحد يقول ها لي فرنسي وهذا طبعا اشترعتهم كل ذاني قبل المقاطعة بطاقة طبعا هذا العطر وهذا وهذا جنتلمن هذا بارفيوم او دفتر بارفيوم وهذا التوالية وهذا اسمه سبرا هذا اليو يومالتي هاي الشاحن من العشرين اوه عشرين الف ميلي امبير هذا اللي هو ينحط على السرير ترش عليها يخلي ريحة السرير طيبة هو المخده التوحد مني نام سويس الحدوء هذا ال اش اسمه شي سامونه اه غلاس او غلاس الكوب يحافظ الحرارة طبعا يضل ساعات حرارة إذا سادها ضل حرارة ومن بره بارد كل شي صير يعني مو حار ونحتاجي هالداولة عبارد كلش هاي الساعة مالتي مو من شركة كاسيو اي كاسيو شايفيني عد بسها كومة هاي شحنة ويرليس هذا معروف تيب اللام هذا الكوب قد خليه هنا طبعا الشكله عجبني وشبير اللي هو البيك بوس الطيلتر كامل ايجر مخلي هاذا السيشوار هاي القيار اللي هي مشوفلكم اياها قبل وهاي قلت بالاخير انو اشوفلكم اياها هالسا ما رح اشوفكم كل شي حتى اللي سويت احنانا هاي ذا الجنطة وهاي هاي هناك شانا كوباكية كله فرخته وذبيته طبعا بالاخير همات رح اشوفكم اللي طلعته هاي 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 الثاني انشاء الله ما يجي مو بعد ما اخدت كل شي يجيني الجنطة مالتي ذي شي جنطة وهاي جنطة خلي نبدي اول شي بهذا الكنتور بعدين هذا الكنتور رح اشوفلكم اياه نبدي بالجهة اليمناة اللي هو هذا رأيش مصفطاني الفوق البناطير طبعا وهاي البلوزات الشتوية وهنا همات بلوزات شتوية طبعا اني عندي كومة فوق العشرة بكثر من عشرة بهوا يعني وعندي هاي بس الشتويات الصوف وبناطير كومة يعني اذا شوفون انه جهتين وألطش بواحد باثنين او بثلاثة بزايد ويعني اليوم جايد اقلت هاي ابت مشتريه حتى ناسي انه انه عندي فالله منه مثلي اللي مثلي خلي كتب التعليقات عنده مليون لبس ويرزق بواحد كل ما هذا يخذ اول واحد ويلبسه يعني نادر ما افكر وما ادريشين وش هي القدام يلبسه هذا البنطرون وهذا البنطرون بالحزام اخذه بينما عندي كومة يعني اليوم ده اشوف الوان واشكال عجيبة غريبة اللي مثلي هلي كتب التعليقات منو عنده مليون لبس ويجلب بواحد هاذا تراك سودات همات كومة هذي تشوفون من ناكة هذي شجو همات الملابس وهاي السوالف مال الكلاو ويعني ملابس اخرى الجوة الاخير واحدة الشي ساخلي بيها الملابس اللي تحتاج غسل اخليه هناك وهنا يتجون مال الغسيل وهذا مال الصبوح وهذا خلصنا من عنده نجي نفتح هاي الجهة الجهة هنبدي من فوق هذان الكمامات انواع واشكال من الكمامات هاي الكمامات هاي الطبية الزرقة السودة كما مات هناك فلتر نوعا احنان الشي سموه برجاتك بروسي يسموه الشفوف هاي النوع اللي تشوف هاي الشفوف طبية وهناك شفوف بيضة وهذا معقم انواع واشكال عندي احنان عندي هذا القبوط الجوزي والقبوط الاسود وهذي الملابس مال سياني احنان اكو جوه قاطع وهي شي وهذا وهذا طبعا عدد السوهنانة يعني القوط والهاية عندي ميكوما واشلبه بواحد هذا هذا اللي اوز موبايل تمو ثبب التصوير وهذا السناند مالتا وهي مكينة وجوه هاي الطاوة مالت اللي بيها ضمان 25 سنة من شركة راندل اللي ماعرف شنو هالضمان هذا العجي 25 سنة يعني واثقين من نفسهم كلش زيان خلي شوفكم احنان اول عقرنا شوفكم الفوق ما بنسى نسى اتساوقكم هاي هاي الفوق طبعا هاي مال الطابعة الصندوق والباكيت هنان حاطان هنان اوراق ترجمات طلاب الادوة الاسعافات الاولية هذا القرآن ويعني هاي الاشياء هنان حاطها اوها هسى هنان ما اكو شي بس هاي مال السماعات ما اكو شي فارغة هسا نجي هنان قبل ما اشوفك انا افقو من هاي جهز سواء ثاني. طبعا هنا احصر مكان قرايتي هنا اقرب هاذا المكان. هاي الطابعة مالتي. هنا انا هذا حتى خاف احتاج اذا اشرب شي قهوها قبل منه. يصير. هذا. اما الضوء شغله هيتش. ينزله. تمام ممتاز. هاي لما كيشي هنا احطيت الشكر حتى خافها اول ما احتاج. اساوي هنا فارغة. قبل اشرب احنا ما بي اشي. احنا رح احصر مكان قرايتي احصر هناك بعيد عن السرير. حتى لو واحد يشوفه قبل ان اعس. ومنانا. خلنا اشوفكم هذا. او تدينوا اشوفكم ذاك اول. خلنا اشوفكم احنا بعدين اشوفكم احنا هاي الكتب مالتي. كانت احناك. غيرني تحطيت احناك. طبعا هناك كتب او اشياء كانت اكثر. رجعتين اللي خلصتين. رجعتين للجامعة. طبعا ينطلون هنا الجامعة ورجعتين رجعتين هذا الكتاب العملاق. مالي الباثو اناتومي. ان شاء الله اني الايام الجاية رجعة لانه خلصته. وخلصنا المادة يعني. هذني دفاتر. هاي مال الملاحظات. هاي المادة همات تكملة. هاي اذا اني منحل بيها وعجباته. مال هذاك الكتاب. هذا الباثو السيولوجي. مالي الاناتومي هذا ان مشتريه فما رجعة. فباقي يعني من البداية. وهاي. هاي ما الاكتاب هي شمال الصور ما الجراحة وهاي السوالف. هاي زيان. هسا رح اجي اشوفكم شنو استحفاظت على هذا مال الطالب اللي يمي. وشنو سوا سين رتبت بيها. وقلوا لرأيكم بالترتيب اللي احنا هنا. هسا رح اجي ابدي باليمين. نفتحها. اليمين. اول رف شفوا الترتيب اللي سويته رفسها. هدا يسموه. او اسميه. اه حاط بي انواع الاندومي. خف واحد. يعني. ما لاخد يطبق شي يريد شي جوعان شي عسري. عندي انواع الاندومي. هذا اندومي الخضار. هذا اندومي انواع ثاني. هذا اندومي احاد. هذا اجياز. هناك. عندي هاية مال نسكافي. هاية اربعة في واحد اربعة. يعني هاية طعم تشوكليت. هاي ذني طيبات كلش. ها ذني مال ستاربوكس. طبعا هاية مال آلة. فجبتها وبالغلطة حتى ذن ذن هيش قايصر شكلها كابسولات. هاية القهوة المرة تصير. الرف الثاني رتبت حيش يشوفوا الشكل. الموجودة هنا. يعني البهارات. الفلفل الاسود. الانواع. هاي المال الطحن. الموجودة. وهي شي شغلت الفلاش حتى تصير الصورة اوضح. هاية هذن السيشاتشين. هاذا السوالف منه ذيكها صلصة. يعني ذني ما يحتاج ما يحتاج خليهن بالثلاجة ذني الصلصات. هاي الملح. هاذا مال التكشير. هذي كمال محدة. هاي مال طحن. يجعل الرف الثالث. الرف الثالث هو عبارة مواعين. والاشياء مالتي اللي يستخدمها. ذني كواب مواعين مدري شنه. هاي اما السريفون او شي سوى هاذا اللي خليه من اشوي. هاي الجوة. لقطع عليها. صحي راحيش حطيتها. نجعل الرف الثالث. الرف الثالث هي تمرتبعاني. اي هناني اشياء اللي يقول ياتو هايا. احنا عندنا التمن والبسمتي عندي اكثر من واحد. ومناكة عندي عدس وذيشة فاصولية بس هاي يحتاج لها انه مجاهزة. يحتاج لها انه تنقع ووصل لهوا شغلات. مع كورونا هاي الاشياء. هذني الفاصولية هذني المحفوظة هذني شبه جاخز عياني. بس تفتحها تحميها تاكلها قبال. يعني مرات اريد اسوي فمباشرة اسوي التمن يصير على السريء. وهذا حتى ما اتأخر لان الفاصولية اذا اريد اسويها لازم قبل يوم ان اقعها وطول. فهاي انجاهزة قبال الصير. فانهيش امرتبعان. باية الشكل. الرف الجوة عندنا هاي الاسوالي فامات. ابهارات اللي بليتشياس. هذي تقيل ماجي. وهذا هذا ورق الغار. الفلفل المو مطحون. الفلفل الاسود. وهنه يشيل تشياسة. ما بيشي. نجي على الرف الاخير. الرف الاخير لهذا تشيس. بالاشياء يعني مثل البوتيتا بوصل معرفة شوي حاط احنا. اللي لا تنحط بثل بالمطبخ. ما تكفي المكان انه ما تكفي. ولا تنحط بره. فخليه يشيب تشيس. هنا. فهذا كان الرفوف. قلوا لي برا شو رأيكم بالترتيب هذا. يشي مرتب يعني بهذا الشكل. نجي هسا على الرف اليسار. الرف اليسار اول شي نبدأ به. هاي كاميرتي الجميلة. والستاند لكاميرتي الجميلة. اللي هي الكنون. اي او اس آر ميرو ديس. هنونا القماصل. هاي القمصلة الخرافية. طبع ذاك المكان. اه عدتكم. احنا هذا الشيس. هذا الشيس الكبير. هذا كل ليس هجواري. بس نقول شين هاجزع وش سوي بهين. طبعا الجواريب. انا ما اشتري لدي الجواريب وقعد اخسل حين. وهي لا. انا اشتري جواريب كواية. ولبسة البستين واذبحة والبلز جديدة. حتى لا اطار اخسلها. ووصفوا ما اعرف ايش. وهماط مصر نفسي جديدة. هس رح اشوفكم نموذج جميلة الجواريب. اللي هي هاي. مثلا شوفوا. هاي الجواريب طبعا نوعية زينة. يعني مو دكل نوعية خفيفة كلشة. او مو زينة. هاي بس رخيصة. يعني هسا مثلا هاي. انا اشتري هواية. قريب اطلع الوحدة بربع ديناري بالعراق 250. اقل من ربع دولار. لليمون من العراق. فجدا جدا رخيصة وشوفوا نوعيةها زينة. احسن ما اشتري جواريب بهذه الاغلى. واشتري لي وحدها مصير اغلى وتعالق سلحة ووصخ وهاي السوالم. لا اشتري لي من هايا. اشتري لي هواية كلش. يعني خمس دولارات. اشتري لي فمنطعش جواريب هاي. كافيني كوم. كافيني فوق الشهر او شهر يعني. حسب كم مرة حال بس. لبسة لبستين واذبحة. واشتري جديدة. الرف الاخير اللي هو هاي الطاوة. والجدرية هاي الجدرية. هاي الجدرية تيفال. وهاسي واحد يقول عم. اذا نكوني 30 قبل المقاطعة. ها واحد يخافها تيحتي. هاي طبعا طاديشة مو مستخدمها. وهاي الجدرية كلش خرافية الصراحة. يعني خلشت تمن ما يلزق به نهائيا. فهاي الرفين. اكتبوا لي بالتعليقات شون رأيكم بالترتيب وهاي الامور. نجي هسا على الرف الفوق. الرف الفوق طبعا بشي طبعا بأنواع من الشاي الخطرة ببالكم والما تخطروا ببالكم. اه سي واحد يقول شون هلقد مذمن الشاي. لا. هذني مو مذمن الشاي. يعني سي واحد يقول زين مو مذمن الشاي فيش. لعنده مذمن الشاي شلون. ذني كل الشاي من اللي شاف في الفيديو ما للأساس العودة للعراق. وبالأخير لا رجعت ولا شي. اهلي يعني حبونا هاي انواع من الشاي. يكون هنا انواع كل الش زينة من الشاي. فأجبت انهم اياه. هذا الباكيت اللي بيه مية وعشرين شيس. اللي يشوف البث المباشر يعرف به. هذا الشاي كلش طيب. وانواع كل شو هو يكون انواع اربعين نوع. وكل نوع بيه ثلاثة. مية وعشرين شيس موجودة بكل باكيت. هذا او هذا الشاي. الشاي الاخضر الياباني الاصلي. اما موجود. اشتراته من رجع لعراق ان شاء الله اودي الاحليك والحين ذا اني الشايات. مزيلا. هسه خلاص الجسمة. نجي نشوف شنو هذين الجنط شنو بيها. طبعا الجنط هاي. هاي الجنطة هاي جبتها من اول موجة تبروسيا جبتها. هاي الجنطة خليت بيها الاشياء الهدومة الصيفية. او الاشياء اللي ما راح استخدمها. او متأكد تقريبا من عندها ما راح استخدمها هسه. منا للاشهر. فشان ترسة طبعا هاي. فشان كلش تقيلة من صعادتها. هنانا الاشياء اللي ممكن استخدمها خلال ممكن خلال اسبوع خلال كم يوم. ارجع استخدمها. فخليتها بهاي الجنطة. هاي الجنطة ماتسي طبعا. هذي الجنطة اللي استراتها من جيت. بعدي ما. بعدي بالطريقة باول جاية ومشقت من هنا. فهاي راح كل الاشياء. هاي الغرفة مالتي. حسه. نجي على هايا. هايا شنو? هايا. اكتبوا لي بتعليقات والله شن اللي ما يشايفة طبعا. اكتب لي هايا شنو. راح اقول لكم شنو سالفتحة. هايا طبعا. اني من كان عندي عضوية مستوى اربعة بالسان لايت. اللي هو محل ما لمجهارات. فبيون ميلادي قالولي تعال اشتري اي قطعة ذهب ونسوي لك خصم عليها خمسة وخمسين بالمئة. اي قطعة مهما كانت. فارحت اشتريت قطعة ذهب. قمش اساوي بها. يعني اخو ما ارقادت بس ذهب. فاشتريت قلادة. وقلت اللي اللي راح ارتبط بيها. اللي راح اخطبها. اول شي انطهي ايا هدية. هي هاي القلادة. وشوف. المن اللي راح اتصير. وما راح اتصير لحد. الله اعلم. هاي قصتها. هاي قصتها. طبعا. راح افتحها قدامكم. العلبة ماتة كلش حلوة. صراحة. واني القلادة. انا اختاريتها. شفت نوع اختاريتها. سرح افتحها وتشوفوها قدامكم. هاي هي العلبة. عبارة عن قلادة على شكل القلب. ناسكة كلش حبيتها. فاخذتها. خنا شغل الفلاش. تتبين اكثر. شويت. مو ما بينت على كلين. هاي هي القلادة. قلادة ذهب. طبعا ذهب ايطالي. خفيفة مو غراميا بس. اقل من نص مثقال. بس كلش حلوة عجبتني. واشترعتها. طبعا. ما شاء ترخيصة. نحن الذهب اغلب. هواي من العراق. فاشترعتها. شوف من اللي تصير. من اللي راح تاخذها. الله ألمات. خلنا خليها هي ثانية قدامي. وشين رأيكم بالله. افكر انه اجيب ورد شي حطة احنانة. او شي بالنص يعني. اكتبوا لي بالتاليقة. شين رأيكم. شنو اخلي احنانة بالنص مكان هاية. انه هاية. ما دري. خبقيها واجيب ورد. او شو اذا عدكم شي ثاني. اكتبوا لي ورح اجيب اهنانة اخلي. هاية جولة كلها. طبعا. اعتذر على الاطالة. طبعا الفيديو رح يصير بطويل. بس هذا اللي صار. هاية مثل ما قلت هنانة الاشياء اللي استخدمها. هنانة اشياء ما رح استخدمها ممكن بس بالسفرات او هيتشي. عندي ترمز وما دري شينو. ما مستعمله. وهواي اشياء. وبس هاية. هاية كول. اللي الغرفة مالتي. بس كان الجامعي. جامعة موسو حكمية طبية. اه الاولى. والهنان اكون صارت النهاية الفيديو. انشاء الله يكون الفيديو عجبكم. ولو قلتها بالبداية خفيف ضريف وهاية شوططة صار عشان دقيقة تقريبا. بس لازم يعني شوفتكم كل شي. اتمنى ما تكونوا نزعشتون الفيديو طويل. وبس. مع السلامة.